النوع الثاني من أنواع المسئولية المهنية هي المسئولية الجنائية أو المسئولية الجزائية يعني هنا بقى حضرتك مش موضوع بقى عملت خطأ طبي كده وعطيت الرجل دواء غلط ولا حاجة ولا الدواء عمل له إسهال ولا عمل له حاجة وأسر له على حاجة تانية لا ده حضرتك هنا ارتكبت جناية عارف يعني جناية يعني حبس فيه دي انتبه الله يسعيدك ويجارك فيك الحالات بتاعة المسئولية الجنائية على الأطباء فكرة المسئولية الجنائية ببساطة هي ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل في النظام جريمة أو الامتناع عن فعل بالمخالفة للقواعد والأحكام الجنائية سواء عن عمد أو بدون عمد الجرائم في النظام عندنا بترتكب بطريقتين يأما بالفعل يعني حضرتك تمسك آلة قاتلة وتقتل بها شخص من الأشخاص هذا فعل يعد جريمة عمدية أو جريمة قصدية في نوع تاني جريمة غير عمدية يعني حضرتك ماشي بالسيارة ومنتبه ومركز وكل حاجة وبعدين دهست واحد أو واحد عد معك قدامك بسرعة فخوطته فتوفى هذا الشخص أيضا هذه جريمة قتل لكن هذه هي جريمة قتل عمد والأخرى جريمة قتل إيه خطب في نوع تاني فهنا في حاجة اسمها فعل انت بتعمل حاجة أو هناك سلوك إيجابي بنسميها جريمة إيجابية يعني سلوك إيجابي حضرتك عملته وبالتالي في هذه الحالة ارتكبت هذه الجريمة طيب هناك ما يسمى الامتناع عن فعل وهذا الامتناع في حد ذات ونحن تعد ساكت كده ما تعملش حاجة وتبقى ارتكبت جريمة يا راجل ينفع كده؟ آه طبعا ينفع وفي الأطباء ينفع قوي كمان إزاي؟ أقول لحضرتك خلينا ندي مثال بالأم الأم عندما تمتنع عن إرضاع ولدها وبالتالي يؤثر هذا على الجنين أو على الطفل فيموت هذه جريمة قتل وبتكون جريمة قتل عمدية السلوك اللي فيها عبارة عن ايه؟ عن امتناع يا الأم ما ساكتت عملت حاجة لأم؟ لا ما عملتش فده بالتالي نسمى نوعين من أنواع الجرائم جرائم بالفعل أو جرائم بالامتناع عن الفعل جرائم الأطباء في منها نوع جرائم فعلية أو بسلوك إيجابي وجرائم أخرى بسلوك إيه؟ بسلوك سلب طبعا الكلمتين اللي قلته لكم في الأول دول الخاصين بأنواع الجرائم اللي بفعل أو العمدية وغير العمدية أو اللي هي بقيام بسلوك إيجابي أو قيام بسلوك سلبي إحنا بندرسه على مدار سنة كاملة في الكلية في كلية الإيه؟ في كلية الحقوق حاولتها يعني أختصره بشكل بسيط هنا في هذه الحالة طيب لو رجعنا للمادة 28 سنجد أولا من الجرائم التي المعاقب عليها والعقوبات بتاعتها قال النظام أنه في هذه الحالة نقول أنه في المادة 28 عددت العقوبات الأول نقول العقوبات الأول إيه؟ شان نخاف وبعدين نعرف الأفعال إيه؟ العقوبات هي السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تزيد على 100 ألف وذلك في الحالات الآتية السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 100 ألف وهذا القاضي أو الهيئة الشرعية الصحية مخيرة بين الاثنين إما أنها توقع عليك السجن في حالات معينة أو الغرامة لا تزيد على 200 أو على 100 ألف ومن حقها كمان إيه؟ توقع عقوبة أقل يعني يمكن تبقى الغرامة بس 50 ألف على حسن أولا مزاولة المهن الصحية دون ترخيص اثنين قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية أنا قدمت ورق مزور للهيئة عشان داهوذ الترخيص استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقياته في مزاولة المهن الصحية انتحل لنفسه لقبا انتحل لنفسه لقبا أو ألقابا التي تطلق عادة على مزاولة المهن الصحية وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية ودون أن يتوافل لليه سبب مشروعي لك يعني كل ده كل الجرائم دي كلها تصب في إيه فإن حضرتك اشتغلت في الطب بدون ترخيص أو قمت بعمل طبي بدون ترخيص إذا أنت عندك ترخيص وترخيصك ساري وتشتغل في تخصصك وعندك الأدوات فإنت الحمد لله نجوت من مسألة السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة أو الغرامة التي لا تزيد عن مئة ألف ريال طيب إمتى بقى تقع في الفخ زي ما بيقولي يعني عاد الإمام اللي قد وقعنا في الفخ ستة امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول جريمة الامتناع عن تقديم العلاج في حالة الضرورة جريمة عقوبتها السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد عن مئة ألف ريال كذلك عندما تخالف أحكام المواد عد معاين السبعة فقرة بقى التاسعة الحادية عشرة الرابعة عشرة الفقرة إن ألف وواو المدة التاسعة عشرة المدة العشرين المدة الثانية والعشرين المدة الثلاثة وعشرين المدة أخرى المدة سبعة وعشرين فقرة ثلاثة من النظام لو خلفت المواد دي هتكون معرض للعقوبة بإنك عقوبة ستة أشهر أو غرامة مئة ألف طيب لو رجعنا للمواد دي هنشوف ايه ابرز الجرائم اللي موجودة فيها هنجد جريمة تعمد الاضرار بالغير جريمة الاجهاد او تعمد الاجهاد كذلك الجريمة المتعلقة في المادة العاشرة المتعلقة بالدعاية الشخصية لحضرتك او الامور المتعلقة بالامتناع عن الابلاغ عن المشتبه باصابتهم جنائيا هذه ايضا تعد من الجرائم التي تقوم بها وهتعرض ايضا لهذه العقوبة كذلك ممارسة طرق التشخيص غير المعترف بها وايضا مسألة الموت الرحيم او قيامك باجهاء يعني ازهاق روح انسان مريض ميقوس من شفاو اللي احنا شفناها في المادة التاسعة عشرة واللي بتتكلم حتى ولو كان المريض موافق لانه يحضر عليك ابدا لا يجوز باي حال من الاحوال على الطبيب ان يقوم بانهاء حياة مريض حتى وان كان هذا المريض ميقوس من شفاؤه وميقوس من حالته الصحي كذلك يكون الطبيب او المارس الصحي معردا لهذه العقوبة عندما يقوم بالتجارة بالاعضاء البشرية او قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بانه قد تم الحصول على هذا العضو من غير عن طريق المتاجرة يعني التجارة في الاعضاء او ان حضرتك تعمل عملية زراعة لعضو من الاعضاء البشرية وتكون غير عارف لمصدر هذا العضو هذا النوع الاول من العقوبات او دي المخالفة الاولى من العقوبات كذلك يعاقب بغرامة لا تزيد عن 50 الف ريال كل من خالف احكام المواد العاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والفقرات دا وجيم ودال من المادة الرابعة عشرة في هذا النظام لو ضربنا مثلا مثال بالمادة الرابعة عشرة من النظام دا هنلاقيها بتتكلم عن استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية لو حضرتك عندك واحد شغال عندك معهوش رخصة ممارسة المهن الصحية غرامة لا تزيد عن 50 الف الاحتفاظ بالادوية واللقاحات بيع الادوية للمرضى وهكذا كل هذه المخالفات تعد من المخالفات اللي فيها عقوبة الغرامة عليها وده النوع الثاني من انواع المسئولية المسئولية الجنائية او الجزائية على الاطباء ربنا يحميكم جميعا ويبعدكم عن اي صورة من صورة هذه المخالفات وما يوقعش عليكم ابدا ابدا اي عقوبة من هذه العقوبة نوع الثالث من المسئولية والمسئولية التأدبية لنشوف الجزء الثالث ان شاء الله